من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة سواء بتسوي بتسوين تأمين للسيارة او بتجددين او بتجدد تأمين للسيارة بعلنكم الطريقة منتهى السهولة عبر الموقع الالكتروني ولا يحتاج تروحين حق احد ولا تروحين حق احد وانتي قاعد مقانجة وبالجوال خلونا نجرب موقع شركة تأميني كمعلومة على السريع تأمين ضد الغير يعني اذا سويت حادث التأمين ما يصلح سيارة اتش يصلح السيارة الثانية والتأمين الشامل يصلح سيارة اتش والسيارة الثانية ولكن تتحملين شي يسمونه تحمل او نسبة تحمل اهنا رقم الهوية حقة مالك السيارة وهنا نحط من متى نبي نبدأ التأمين من اليوم مثلا وهنا طبعا تحطون الكود اللي بيطلع لكم نضغط اشتر الان نختار الاستمارة نوع الوثيقة الاستمارة اهنا نحط الرقم التسلسلي اللي مذكور في الاستمارة الرقم التسلسلي تحصلون في الاستمارة تشيد مكتوب الرقم التسلسلي ويمه رقم ذلك اللي هو هاد تحطون اهنا عندنا الخيار هل تريد نقل ملكية المركبة يعني المركبة السيارة باسمك لا زالت ولا انت شاري سيارة فانت اعتمد على حزب اختيار سنة الصنع اللي هو اختار موديل السيارة الغرض من الاستخدام اللي هو شخصي تاريخ هنا ميلادك او ميلادك انت اللي بتتأمن الحين اذا كان بيسوق السيارة غير صاحبها ممكن هنا اضافة السائق احتياطا الان قاعد يجيب لك الاسعار والعروضات من الشركات تأمين الان قاعد يجيب لنا العروضات حب الشركات الان نتائج البحث جابت لنا من عدة شركات وباسعار مختلفة طيب اكيد ان الكل يبيدور الارخص اختصري على نفسك عشان تشوفين نتائج الارخص تروحين رتب بالسعر ات ات ولا اص 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 دلعي سيارتك مع متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة تشكيلات خيارات متعددة للدفع ما يحتاج تروحين السوق ارفعي للاعلى اوكي اهنا راح يعرض علينا الاسعار ابتداء من الاقل وطبعا اهنا انت تشوفين او انت تشوف شال ارخص الاناس طبعا اهنا يعطيك اسم الشركة التأمين والاسعار واذا تبغي او تبغين التأمين الشامل هذا تدخلنا التأمين الشامل ونفس الفكرة بيعطيك الاسعار ممكن اهنا نشوف شنه المزايا او التقطيرات الاضافية طبعا فيه ايش تقدر تضيفهم اذا بغيتهم طبعا يقصد فيه خدمة المساعدة للطريق ممكن تحتاجون خدمة في الطريق مساعدة فطبعا ذيه رسوم انا ما بيه اخترت انا ارخصي وبقول له اوكي موافق اختيار تطلع ذي اذا كنت مسجل حط بياناتك مش مسجل في الموقع سجل اول شي سهل تم قبول التأمين وهذا المجموع اللي عليه سبعمية وسبعمة وخمسين وعنده هنا خيارات الدفع انا بدفع مدى بحط البطاقة هنا نحط بيانات البطاقة عشان يخصمهم من البطاقة وبس وبعد ذلك راح تجيك نسخة على الايميل نسخة من بوليصة التأمين وبتجيك رسالة اسم اس وكذلك ايضا ممكن نسخة للطباعة تقدر تطبع وللعلم حتى اذا كانت سيارتك سيارتك مأمنة وانتهت التأمين ترى انت مو ملزمين اللي نكن تجددوا مع نفس الشركة تقدرون تغيرون شركة اخرى ترجمة نانسي قنقر